تعد مدينة المنصورة الجديدة نافذة الدلتة السياحية وجاء كورنيش المنصورة الجديدة ليكون متنفسا للمواطنين ذا طابعا جمالي خاص يضيف للمدينة الجديدة جمالا ورونقا سياحيا ويضم الكورنيش ممشن وكافيتريات وملاعبا إلى جانب مناطق للقراءة والإنترنت ومناطق العاب للأطفال بعد افتتاح مدينة المنصورة الجديدة درة دلتة مصر يأتي كورنيش المدينة ليضيف لمسة جمالية للمدينة بخدماته الترفيهية والسياحية كورنيش المنصورة الجديدة يقع بطول أربعة كيلو مترات على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويتضمن مطاعم وكافيتريات ومقاعد مخصصة للقراءة كان بصراحة أنا منبهر بجدا يعني حتى كورنيش الأولاد من مبارح دايما بقولولي عايزين نروح نشوف المكان وأنا جيت بصراحة المكان يعني كأننا في أوروبا بصراحة يعني المكان حاجة محترمة جدا يعني ما شاء الله حاجة جميلة جدا حاجة نفتخر بيها قدام أي حد قدام أي دولة ما شاء الله مناظر أوروبية حاجة نضيفة جدا يعني حاجة في المستوى كورنيش حاجة جميلة وأنا أول ما شفته قلت البابا يجيبنا هنا على طويل وهو عجبني جدا كورنيش المنصورة الجديدة به عدد من المساحات الخضراء ومقاعد للجلوس ومجموعة من الشواطئ الخاصة والعامة التي جذبت أنظار المواطنين خاصة بعد افتتاح الرئيس السيسي لمدينة المنصورة الجديدة حاجة جميلة جدا 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 حاجة تفرح وحاجة والله يعني شرف وحاجة جميلة وربنا يخلينا السيسي يا رب والحمد لله كده جميلة 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 وحاجة يعني ما حصلتش والله حاجة رهيبة بجد والله ما كانش حد مسدق اللي احنا نبقى فيها كده وبسم الله ما شاء الله وربنا يخلينا السيسي يا رب وتح يا مصر انتهت المرحلة الأولى من تنفيذ كورنيش المنصورة الجديدة لتكون المدينة مدينة متكاملة الخدمات السكنية والترفيهية وتحقق حلم الأجيال القادمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة